تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي إنجلترال بتيجيكم بشكل شبه إسبوعي كل يوم اثنين مني محمد عوال طبعا وعدكم الحلقة الماضية أنه حنفرد كثير مساحة لأرسنل في هذه الحلقة وقررت أعمل كل الحلقة عن أرسنل من باب أني عارف أنه مقصري كنا في الحلقات السابقة بالنادي اللندني والظروف تبدو يعني سيئة للغاية لمستوى أنه الواحد لازم يحكي كثير عنها الفريق آخر سبع مباريات حقق انتصار واحد فقط كان على مانشستر يونايتد غير ذلك الفريق ضايع تماما في إنجلترا لما تشوف الـ expected goals تحت هذا الفريق هو كان لازم يسجل 11 مسجل 10 اللي لازم يطلقاهم مثلا 14 متلقي 11 أو 12 يعني اللي هو فيه هو وضعه الطبيعي هجوميا ودفاعيا يعني إحصائيا المتوقع أن يسجل هذا العدد من الأهداف سجله والمتوقع أن يطلقى هذا العدد من الأهداف تلقاه يعني المسألة ما لها علاقة لا بحضل ولا لها علاقة بسوء توفيق فقط وخلونا شوي بلغة الأرقام بعض سنة لما تروحوا على أهم أشياء في كرة القدم حتلقاه مش من أحسن خمس استحوال ولا أحسن خمس افتكاب كرة ولا أحسن خمس تزديد على المرمى من أهم خمس ست معايير ممكن تلقاه دقة التمرير فقط من أحسن خمس فرق يعني وضعه إنه أقرب للهبوط من إنه أقرب للقمة وضعه طبيعي لكن من حسن حظه إنه كل الفرق بتتلخبط قاعد اللي بفوز مبارتين بيخسر مبارتين وبتعادل فلسه فيه أمل للعودة ويروح للدور الأوروبي ويقدم بالمراكز لسه فيه أمل مجرد إنه الفريق يتحسن وحقق سلسلة نتائج حيستعيد أمله هذا من حسن حظه إنه النتائج غير مستقرة عند كثير فرق ولما نحكي عن أسباب الوضع اللي فيه أرسنال مع أرتيتا بعدما الأحلام كبرت السن الماضية واتوقعوا الناس يشوفوا في أجوارديولا عم بيدرب واتوقعوا الناس عودة لكن غير ذلك ما شفناش هذا الشي شو الأسباب؟ أنا بالنسبة إلي الساب الأول هو الساب اللي بعاني منه أرسنال حتى مع فنجر لليوم بس صار يكبر لأنه الفرق الأخرى صارت أقوى ببساطة غيابة عدوانية يعني أرسن الفريق ناعم من زيادة عن اللزوم حتلقى على سبيل المثال من أقل الفرق اللي بتعمل تاكلز إحصائيا هذا الشي واضح يعني اللاعبين ما بدخلوش على اللاعبين بالكرة وأيضا من أقل الفرق اللي بتلقى لعبهم بانطلق بالكرة وبدخل بجسمه وبيحاول يراوغ فريق ناعم في افتكاك الكرة فريق ناعم بالهجوم على الخصم هذا النعومة تخلي الخصم يلعب بارتياح تخلي التنهام يطلع بالكرة زي ما شفناه بتخلي الخصم عم بيكون هادي معك في الدفاع عارفك شو هتعمل مش هتحجم عليه انت ما عندك هاد الشجاعة ما عندك هاد العدوانية هاد العدوانية الغيبة بتخلي خصمك مركز بتخلي خصمك مرتاح لاقيا وبدنيا وبتخلي خصمك عارف انك محدود في بعض المواقف أما المشكلة الثانية فأعتقد الجميع شايفها أباميان اللي كان قائم عليه نصف قصة نجاح أرتدته اللي اعتبرناها نجاح الموسم الماضي أباميان بعيد كثير الأباميان اللي بطلنا نعرف شو بالعب جنح يسار مهاجم بطلنا ضعنا وبنفس الوقت الفريق كله بتحسه مفيش فيه لعب ترتكز عليه تقول اف هذا اللي حنبني عليه المشروع مفيش فيه وحد ولما تيجي تشوف هذا الفريق أيضا محدود محدش فيه مقدر يعبر عن نفسه لمستوصر تطلع فيه تعليقات من مشجعين أرسنال بنشوفها أنه أرتدته هو المقيد اللعيبة يعني لا يعقل عشر لعيبة ولا واحد منهم بعمل شي غريب بعمل شي لوحد الفريق جدا مقيد المسألة ما بتنحل أنه نقول رجعه أزيل لأنه لما كان أزيل ما كان الوضع أحسن يعني أزيل كان يجسد النعومة وبنفس الوقت حيلعب لك مبارك ويس وتلأتي له يعني المشكلة مش هون المشكلة بمنظومة كاملة بفريق كامل وفي قاعدة في كرة القدم ما بتتغير لما يكون فيه 11 لعب على أرض ملعب سيئين اتفرج برا الملعب جهة الدكة أما القصة الثالثة اللي لازم نفهم تأثيرها معنويا على اللاعبين ولازم نفهم شيء بسيط هدول بشر اللي بنحضرهم في الملاعب هدول اللاعبين لما يشوف فيه لعب ياخد 300 ألف جنيه ستارليني قاعد ببيته ماسك فيش تغلع تويتر بس بغرد ولا سمحوله يطلع ولا هو بديه يطلع وما ستجلوه بأي مباراة ويعني بيخلق نوع من السلبية بيخلق نوع من الإحباط سواء من المتعاطفين معه أو اللي مش راضين وشايفين انه مش عادل أبدا اللي بصير بياخد كل هالفلوس وما بيلعب وشو هالإدارة اللي مش عارفة يعمل هيك مع هاللاعب يعني الجو كله خصوصا إنه أو زي اللي يعتبر من السوبرستار ستاون أرسنال فالجو كله بصير سلبي جدا بصير هذا الجو بتوتروا اللاعب بصور يحكوا ونتيجتها بتشوف قلة الحماس اللي بتحسوا بعض الأحيان في لاعبة أرسنال أما السبب الرابع فبالنسبة إلي هو من الأسباب الرئيسية جدا زي النعومة اللي تكلمنا عنها في البداية السبب الرابع من فرق منوش هوية أرتدت لما إيجا كنا نتوقعين إنه بديلعب زي جوارديولو فما شفناش شي من جوارديولو طيب حكينا أرتدت هجومي في كثير مواقف شفناه دفاعي زي هادة عن اللزوم حكينا دفاعي في كثير مواقف شفناه عم بيهجم في الوقت اللي لازم ما يهجم فيه وبتلقى أهداف مرتدال بالنسبة للشكل الفريق الرسم التكتيكي لأعظم الملعب مرة 3-4-3 مرة 5-4-1 مرة 4-4-2 مرة 4-2-3 كل يوم فيه شكل تغيير الشكل لكثير تغيير الفلسفة بتاعة اللعب لكثير تغيير النهج لكثير بتخلي اللعبين يرتكبوا أخطاء كثير لأنهم مش سجمين بتمنع تطور الأفراد كمنظومة وبتمنع التجانس يتطور في اللعبين مع بعض هذا أكيد بتخلينا نشوف بعض اللقطات اللي تونمتشار يعني في بعض اللقطات بتشوف أنت لعب أرسنل بيكون عنده سبع خيارات تمرير عند منطقة بروح لعب كرة طويلة بلهاش معنا لأنه مبارح في المباراة اللي قبلها ما كانش فيه حدا جانبه بالخطة الآن صار فيه اتنين هذا التغيير الكثير ما بفيد هذا التغيير الكثير نهايته دائماً إنه الفريق ما بتقدم ما بتحسر أنت عشان تنظم شيء وتطوره لازم يكون عندك هيكل وتبلش تعدل فيه لا يعقل ترمي كل شيء وترجع كل مرة بدك تعدل أما النقطة الخامسة ففيها دفاع صراحة عن أرتد والدفاع عندي أنا هون بينطلق من نقطة الجو وبقياس الجودة الطبيعية لما بقدرش نجي نحط اللاعب نقول هذا جودته سبعة بين عشرة مش بلاي ستيشن المعيار هو سعر اللاعب بالسوق لأنه السعر بيعكس خبرته بيعكس تجربته الدولية بيعكس شهرته الإعلامية وأعدد أهداف وإحصائياته متوسط سعر لعب أرسنال أقرب لو يكون متوسط سعر لعب لستر وإفرتون منه اللي يكون متوسط سعر لعب توتلهم يعني متوسط سعر لعب أرسنال 20 مليون يورو متوسط سعر لعب إفرتون 18 مليون يورو متوسط سعر لعب توتنهم 25 مليون يورو يعني بالجودة النسبية أرسنال أقرب أنه يكون ينافس إفرتون وينافس لستر من أنه ينافس توتنهم ومال يونايتد ومال سيتي وليفربول وهونا الرسالة لازم أرسنال يفهم أنه هذا الفريق محتاج وقت عشان يوصل وقت بيشبه اللي فهمه ليفربول مع كلوب أنا من الناس اللي ما كنت فاهم صراحة استعلمنا أنه آه لذول لازم نشوفه على الورق لسه بدنا مسافة بدنا وقت بدنا وقت بدنا نرفع الجودة بدنا وقت نرفع الجودة بدنا سنتين ثلاثة لأنه بدون جودة ما فيش مدرب كنت القدم الحديثي على هذا المستوى تاعد دور الإنجليزي ودور إسباني اللاعيبة هم الأساس 70% من القصة اللاعيبة والمدرب يدير غرفة تغيير ملابس مسألة التكتيك وهذا ما عادت بذلك التأثير لما يكون عندك لاعب خارق أو لاعب سيء أمام المربع ما يسجل ما فيش مدرب فيها الجودة بتحكس معك بالقرار الهجوني باللمسة المبدعة بتحكس معك أيضا في طريقة التمركز السيئة جدا في أرسنال دفاعيا دائما في طريقة التركيز طريقة التوقع هذه هي جودة اللاعب لما تكون جودتك أقل كل هذه القرارات بتكون أقل من قرارات خصمتي نوصل للسؤال الأخير والأهم هل يجب إقالة أرتتا؟ الجواب الشهير اللي بطلع فيه دائما لعم يعني لا ونعم لا لو بدك تجيب مدرب ثاني تجرب فيه تروح مجيب لي تيري هنري باتريك فييرا لعيبة بتجاربهم الأخرى التدريبية كانت مش مضمونة فلو بدك تجرب لا خليك خلاص تكمل مع أرتتا وابني المشروع ووجيب لعيبة لأنه واضح المسلط الأساسية جودة والمشكلة الأساسية خبرة مدرب لساته قاعد كل يوم بجرب خطة وبيلعب زي ما بعمل بيرلو مع اليوبي يعني تقريبا نخيل نحتي إذا دك تجيب مدرب مش مضمون خلي أرتتا دك تجيب مدرب عنده خبرته حافظ شو لازم يعمل واحد اتنين ثلاثة أربعة خبرته كبيرة عنده نجاحه عنده ثقته بنفسه مثلا أليجري رمح إنه حابب يدرب بإنجلترا أليجري عنده الخبرة أليجري بهذا الفريق أنا متأكد نفوز 8 ساعة مباريات وربعات تكتيكيا وفقط يعني هذا الرجل بيحبي لعب الجودة المتوسطة فبيماشي أمور فتروح تجيب أليجري أوكي خبرته أكبر نجاحاته أكبر ثقته بنفسه موجودة وتكتيكيا مدرب متميز جدا تروح تجيب أليجري أما إذا لا تكتيكوا تجرب خلي أرتتا أصبر علينا نهاية الموسم وشوف مسألة الصفوف مسألة الجودة وحل المشاكل اللي نحكينا فيها بها الحلقة نوصل هون نهاية حلقة سيلفي إنجلترا شبه الأسبوعية وبطلب منكم اتعلقوا وتتوقعوا لوين رايح أرتتا مع أرسنان وهالأفضل ينقال ولا لا ودعوكم أيضا تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة